أيها الأخوة، أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر فقد قال عليه الصلاة والسلام الصبحة تمنع الرزق، وفي رواية تمنع بعض الرزق وللحديث المألوف والمشهور بورك لأمتي في بكورها والذي يؤلم أشد الألم أن الغربيين في أوروبا، وفي أمريكا، وفي أستراليا تبدأ الحركة الكسيفة بدأ من الساعة الخامسة صباحاً كنت قبل أسبوع في مدينة بفرنسا والله الساعة التاسعة مساءً ما وجدت إنسان في الطريق، ولا إنسان هناك مدينة كبيرة ينامون باكراً لترتاح أجسامهم، وينهضون باكراً إلى أعمالهم ليركزوا في أعمالهم نحن أحق بهذا منهم نحن للساعة واحدة، ثنتين، ثلاثة لا يوجد شيء يبدأ قبل الساعة الثانية لا في المكاتب، ولا في المحلات التجارية كل شيء لسا المعلم لا يوجد للساعة الثانية لا يوجد حركة هؤلاء الذين يعملوا الواحد منهم ثمان ساعات في بلاد نامية يعمل الإنسان سبعة وعشرين دقيقة وفي بلد آخر سبعة عشر دقيقة وفي بلد آخر أقل من دقيقة لا تصدق أن تستطيع أمة يعمل أفرادها بالدقائق أن تنتصر على أمة يعمل أفرادها ثمان ساعات يومياً فلذلك أحد أسباب زيادة الرزق عدم النوم بعد صلاة الفجر أنا لا أمنع هذا إطلاقاً لا يوجد حكم شرعي إذاً إنسان صلى الفجر في جماعة واستلقى ساعة أو ساعتين المقصود أن تباكر إلى الرزق أحد علماء دمشق ألف أكبر موسوعة فقهية عشرين جزء تقريباً وأكبر موسوعة في تفسير القرآن أقسم لي بالله أن هذين الكتابين الكبيرين ألفهما ما بين الساعة الرابعة صباحاً والساعة الثامنة وقت الفجر وأنا أقول لكم والله الذي أنجزه أحياناً بعد صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة يزيد عن أربع أضعاف ما أنجزه أثناء اليوم بورك لأمتي في بكوري عود نفسك أن تنام باكراً تنام باكراً تستيقظ على صلاة الفجر وكأنك حصان نشيط هذا وقت البركة وقت التجلي وقت الرحمة لو يعلم الناس ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبواً ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح سيد فاطمة مر بها النبي الكريم وهي مضجعة فقال يا بنيتي قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مرة ينبغي أن ألتقي مع إنسان قال لي الساعة السادسة صباحاً في مكتبه لفت نظري الساعة السادسة صباحاً هذا وقت لم يألف الناس أن يلتقوا به قال لي أنا كنت صغيراً وكان أبي يوقظني لصلاة قيام الليل كل يوم فألفت هذه العادة أنا قبل الفجر بساعة أستيقظ وأبقى إلى المساء وأنام باكراً لو أخذ قراراً للواحد سهر قيل وقال وكلام فارغ وغيبة ونميمة حتى الساعة الواحدة في معظم الأيام تفوته صلاة الفجر وإذا إنسان فاتته صلاة الفجر كمن بال الشيطان في أذنه وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن هذه الأمة قد بورك لها في بكورها والدعاء النبوي اللهم بارك لأمة في بكورها وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشاً لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس باكروا طلب الرزق والحوائج فإن الغدوة بركة ونجاح أيها الأخوة بند آخر من أسباب زيادة الرزق التوسعة على العيال التوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق يقول عليه الصلاة والسلام إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم الذي يوسع على من حوله يوسع الله عليه الذي يتولى ما تحتاجه أخواته الفقيرات يوسع الله عليه الذي يتولى جيرانه يوسع الله عليه الذي يتولى الفقراء والمساكين يوسع الله عليه بقدر ما تنفق يأتيك الرزق تضيق يضيق عليك توسع يوسع عليك ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم فمن كثر كثر الله له ومن قلل قلل الله له والحديث القدسي أنفق أنفق عليك يد الله ملأة لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير إمساك تضيق فأخذ بعمامته فجذبها إليه وقال يا ابن العوام أنا رسول الله إليك وإلى الخاص يقول الله عز وجل أنفق أنفق عليك ولا ترده فيشتد عليك الطلب إن في هذه السماء باباً مفتوحاً ينزل منه رزق كل مرئ بقدر نفقته أو صدقته ونيته فمن قلل قلل الله عليه ومن كثر كثر الله عليه وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام يا عمران إن الله تبارك وتعالى يحب الإنفاق ويبغض الإختار فأنفق وأطعم ولا تصرر صراً فيعشر عليك الطلب وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة والبخل شجرة من شجر النار أغصانها متدليات في الدنيا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار أنفق، أنفق عليك أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا أيها الأخوة، عندنا بند آخر حسن الخلق أحد أسباب زيادة الرزق عن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الحليم مرزوء، العفو مرزوء، الكريم مرزوء المنصف مرزوء، حسن الخلق وكف الأذى يزيدان في الرزق وعن عبادة بن الصامط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم السماحة والعفا وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أيها الأخوة، الأمانة تجر الرزق دقيق، هذا قانون، الأمين موثوق يتمنى الناس أن يشاركون يعطيه الناس أموالهم ليتجر بها أي أكبر سروة تملكها على الإطلاق أن تكون أمينا أمانتك سبب وفرة الرزق في حديث آخر الأمانة غنا بالمعنى المادي الآن بحق الأعمال التجارية الموظف الأمين مطلوب، وراتبه مرتفع ومركزه قوي، وينمو باستمرار الأمانة غنا الوفاء والصدق يجران الرزق إذا واحد بشركة، وفي بصاحب الشركة لم يضيع وقت الدوام إطلاقاً الوفاء والصدق يجران الرزق والأمانة غناً، ومن يحرم الرفقة يحرم الخير وهذا الكلام موجه للشباب بند سابع من بنود هذه الخطبة أن النكاح أحد أسباب زيادة الرزق وقد لا يفهم الإنسان هذا المعنى هو بضائقة، يعني داوها بالتي كانت هي الداء هو بضائقة، أنت حينما تطلب العفاف الله عز وجل يفتح لك أبواب الرزق يأتيك رزقك ورزق حليلتك الأدلة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس التمسوا الرزق بالنكاح أنت حينما تفكر أن تتزوج امرأة صالحة تسترها، وتجبر خاطرها أنت الآن مرزوق تصير وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال يعني تأتي ومعها رزقها والآية الكريمة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه الحاجة والفقر فقال عليك بالباء، عليك بالزواج وعن عمر رضي الله عنه قال عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباء بالزواج، والله تعالى يقول دققوا الآن، يفهموها فهم خاصة هذه الآية إن يكونوا فقراء قبل الزواج يغنهم الله من فضله بعد الزواج وفي الجامع الصغير أدة أحاديث تبدأ بحق حق الوالد على ولده، حق الولد على أبيه حق الزوجة على زوجة، حق الزوجة على زوجته حق المسلم على المسلم، حق أحاديث كثيرة لكن هناك حديث واحد إذا قرأه الشاب ينبغي أن يقشعر جلده حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف حق المسلم على الله أن يرزقه إذا طلب العفاف وقال عليه الصلاة والسلام سلاسة حق على الله أن يغنيهم المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعفث والمكاتب يريد الأداء وعن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح أطيعوا الله أنت حينما تتزوج تطيعوا الله الدليل، وأنكحوا الأيام منكم أمر إلهي، تزوجوا أيها الشباب أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة، فأمره أن يتزوج كم حديث صاروا؟ ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له، من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج يقول لك ما عندي بيت، ما عندي عمل كيف أقدم على الزواج؟ نقول لك أقدم على الزواج ثقة بالله كل هذه الأحاديث، وتلك الآية ينبغي أن تكفيك أن تثق بالله من تزوج ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه، وأن يبارك له ومن أحيى أرضاً ميتة ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه، وأن يبارك له أما من تتزوج حديثان يقول عليه الصلاة والسلام إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها بس بدأ بدينها، لدينها، والجمال مطلوب لدينها وجمالها، كان ذلك سداداً من عوز أما الحديث الذي يقسم الظهر من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها فقط ما همه أمر دينها، لم يزده الله إلا فقراً ومن تزوجها لحسنها، لم يزده الله إلا ذناءة ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه، أو ليصر رحمه بارك الله له فيها، وبارك لها فيه فعليك بذات الدين تربت يدك أيها الأخوة الكرام، هذه بنود سبعة في زيادة الرزق، وأرجو أن يكون هناك خطبتان حول هذا الموضوع المتسلسل فإذا جمعنا هذه الموضوعات كلها أعتقد أكثر من اثني عشر موضوعاً نكون قد عرفنا كيف يزداد الرزق وهي وعود إلهية، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته، وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام، في موضوع العبادة كنت أذكر كثيراً أن هناك عبادة الهوية الغني له عباده، والعالم له عباده والقوي له عباده، والمرأة لها عباده هذه عبادة الهوية، وهناك عبادة الظرف عندك مريض، العبادة الأولى العناية بالمريض عندك ضيف، العناية الأولى إكرام الضيف عندك ابن عنده امتحان الآن أتمنى على الأسر الواعية أن تلغي أكثر برامجها في هذا الشهر زيارات طويلة، وسهرات مديدة، واحتفالات، ولائم أوقفوا هذه النشاطات، وهيئوا أجواء لأولادكم كنوا ساهرين على دراستهم، وعلى توفير الأجواء لهم أخفضوا كل صوت يزعجهم، هذه حضارة الأمة بشبابها، الأمة بعلمائها امتحان الشهادة الثانوية، امتحان الشهادة الأمة الإعدادية، امتحانات الجامعة هذا الطالب مستقبله بنجاحه علامة واحدة يمكن أن يكون في دمشق مع أهله، والإنفاق صفر، صار بحلب يحتاج إلى نفقات مواصلات، واستئجار بيت علامة واحدة، فأنا أرى من باب عبادتي الظرف هذا الشهر لو تجمل الولائم، والسهرات واللقاءات، والنزهات، ويهيأ لأولادنا وشبابنا الأجواء الدراسية، وهذا الذي يخشى الله ويحب الله، أو عنده سلوك حضاري ليغرق كل أجلسة المزياع، والتلفزيون يعني صوت لا يصل إلى أي مكان آخر أما هذا الذي يترنم بأغنية يحبها، أين هو؟ هذا الذي يتغنى بغير القرآن لا يستمع فقط، يريد أن يسمع أياماً في احتفالات بالتمنى الساعة أربعة الصبح يأتون بفرق موسيقية ومغنيات لخمسمائة متر لا أحد ينام هذا سلوك غير حضاري، همجي، غير إسلامي، غير أخلاقي هناك مريض، هناك متألم، هناك طالب يدرس أنا أتمنى في هذا الشهر القادم أن تُعذّل برامج الأسر تعديل جزري أن نهيئ لطلابنا، قد يقول واحد منكم أنا لدي أولاد عندهم امتحان، والجيران هذا الجار ما له حق عليك؟ عنده أولاد، عنده ولدين بالكفاءة أو واحد بالبكالوريا، ما له حق عليك ما عندك شيء ما يصير، صوت مرتفع ومزياع، وتمثيليات للساعة انتين بالليل، وأنت مرتاح؟ هذا لا يجوز يا أخوان فأتمنى أن تُهيئوا لأولادكم في هذا الشهر جو دراسي، أحياناً هناك مشكلات تحدث في البيت لو تؤجل إلى بعد الامتحان إذا نشب خلاف حاد بين الزوج وزوجته في أيام الامتحان صدقوا قد ينال الإبن على مات أدنى بكثير لأنه مشوش، مضطرب، هذه أمه وهذا أبوه فإذا فيه خلافات عائلية، فيه لقاءات حميمة فيه سهرات، فيه ندوات، فيه مشاريع فيه ولائم، كل جمده، ابنك أولى ابنك ملك الأمة، والأمة بحاجة إليه بحاجة إلى أباً متفوق، أنا أقول دائماً كما أن الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها أقسم لكم بالله، هي في أمس حاجة إلى من يعيش في سبيلها المعركة حضارية، معركة نكون أو لا نكون فلما الابن تهيئ له جو دراسي جيد ويأخذ علامات عالية، يدخل فرع محترم فرع يدر عليه رزقاً وفيراً، وينفع أمته به تكون أنت بهالشهر ضبطت أمورك وجمدت نشاطاتك، ووقفت حفلاتك مراعاةً لابنك، وهو أسمن شيء في حياتك وأنا أتألم وأشد الألم حينما أرى تفلتاً في فتح المزياع، وفتح الأغاني، وفتح التمثيليات إلى ساعة متأخرة من الليل، أو أنه احتفال أو عرس أو كتاب للساعة واحدة بالليل فرق النشيد، لمئتين مثل واصل صوتها هناك بيوت، طبعاً في العالم الآخر الغربي تحس أنه لا يوجد إنسان بالبل تكون الساعة الثمانية صباحاً الطرقات ممتلئة بلا صوت إطلاق بوق السيارة في مؤاخذة كبيرة جداً جو الصخب جو همجي، جو الهدوء جو حضاري جو إسلامي، الهدوء والسكينة أتمنى عليكم من أعماقي تقول لي أنا ما عندي ولد مدرسة بسغيرك عنده، جارك فيه عنده عنده خمس أولاد عندهم فحص فهذا الشهر شهر دراسة وأنت من عبادة ربك حينما توفر لأولادك أو لأولاد جيرانك جواً مناسماً للدراسة أنا معلوماتي الدقيقة ألاف الطلاب يرسبون لأنهم تأخروا عن الامتحان لماذا تأخروا؟ أهلهم نائمون والابن درس دراسة مطولة حتى الساعة تنتين ما فأصبحت، خسر العام الدراسي كله يجب أن يكون الأهل يقظين هم يوقظونه، يهيئون له الطعام المناسب حاجات أساسية، يوصلونه إلى الامتحان بسيارتهم هذا الذي أتمناه عليكم أن تعتنوا بأولادهم يعني بصراحة لم يبقى في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم والأولاد هم المستقبل والأولاد يحتاجون إلى أعمال وإلى بيوت، وإلى زوجات والشباب يجب أن يكون الاهتمام بهم في المرتبة الأولى